بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الحمد لله رب العالمين يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ما في السماوات وما في الأرض وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق والقول الصادق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ليغيظ بهم كل كافر ومنافق وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى فيما قصَّه الله سبحانه وتعالى من قصص الأنبياء والمرسلين مع أممهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثًا يُفترى ولكن تصديق الذي بين يديه فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا ما جرى بين الأنبياء ومخالفيهم من الأمم السابقة ومن تهى إليه الأمر من نُصرة الحق على الباطل ليكون في ذلك عبرةٌ لنا ومن ذلك ما قصَّه الله علينا من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفةً منهم يذبِّح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين فهذا فرعون ملك مصر أعطاه الله الملك والقوة فاستبدَّ بذلك وأعجب بنفسه وبملكه وقسم الناس إلى قسمين قسمٌ هم جماعته من الأقباط هؤلاء يُغْدِق عليهم العطاء ويمنحهم الرُّتَب والقسم الثاني بنُّ إسرائيل هؤلاء يمتهنهم ويُهينهم ويستخدمهم في أخس الحرف يجعلهم خدماً للقبط وكان يخاف يخاف من أن يثأروا منه في المستقبل فكان يذبِّح أبناءهم ذبِّح أبناءهم لألا يكونوا رجالاً في المستقبل يخشى منهم أن ينتقموا منه ويستحيي نساءهم لأجل الخدمة لأجل أن يستخدموا هؤلاء النساء لأنهن ليس منهن خطرٌ في المستقبل ولكن الله سبحانه وتعالى قال وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ فعند ذلك ولد موسى عليه الصلاة والسلام ونجَّاه الله من القتل وعاش عيشةً قوية في بيت فرعون لأن فرعون تبنَّاه وهذا من عجب آيات الله سبحانه وتعالى أن الذي كان يحذر منه صار يربيه فلما بلغ أشده واستوى عليه الصلاة والسلام وحصل منه ما حصل من قتل رجل من القبط وتآمروا بقتله والانتقام منه هرب منهم إلى أرض مدين وبقي فيها مدة طويلة تزوج منهم في مقابل أن يرعى الغنم فرعى الغنم مهرًا لهذه البنت التي تزوجها ثم لما أكمل المدة عاد إلى أرض مصر معه زوجته وبينما هو في الطريق وفي الليل المظلم وفي البرد الشديد إذ رأى نارًا فطمع أن يذهب إليها وكان قد ظل الطريق ذهب إلى النار ليأتي منها بخبر يدلهم على الطريق أو يأتي منها بقبس يستدفعون به من البرد فإذا هذه النار آيةٌ من آيات الله سبحانه وتعالى فعند ذلك كلمه الله سبحانه وتعالى واختاره لرسالته وأمره أن يذهب إلى موسى وأن يدعوه إلى الله لعله أن يتوب لأن الله سبحانه وتعالى لا يأخذ الكفار والمعاندين إلا بعد أن يقيم عليهم الحجة فطلب موسى من ربه أن يجعل معه أخاه هارون وزيرًا له فأجاب الله دعوته فذهب موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون بأمر الله سبحانه وتعالى وعرض عليه الإسلام وعرض عليه أن يخلِّي عن بني إسرائيل وأن لا يعذِّبهم فعند ذلك غضب فرعون وقال من ربكما يا موسى وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إلهٍ غيري وقال لموسى لإن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسطونين وقال أنا ربكم الأعلى فعند ذلك قال له موسى إن معه بيِّن من الله تدلُّ على أنه رسولٌ من عند الله قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين يتحدَّى موسى عليه الصلاة والسلام فألقى موسى عصاه العصى التي كانت بيده ألقاه على الأرض فصارت حيَّةً عظيمة ونزع يده من جيبه فإلهي بيضاء كالشمس ومع هذا كابر فرعون وقال هذا سحر هذا سحر وعندنا سحرة فلنأتينك بسحر مثله فجمع السحرة وتواعدوا مع موسى في يوم معين واجتمع الناس ليروا من هو الغالب من الفريقين فأمرهم موسى أن يلقوا ما معهم فألقوا حبالهم وعصيهم وامتلأ الوادي بها وألقوا عليها القمره فصارت تتحرك في مرأة الناس لما ألقوا عليها من القمره يخيَّلوا إليه من سحرهم أنها تسعى وهي في الحقيقة عصي وحبال وإنما بسبب القمره والسحر التخييلي الذي ألقوه عليها صارت كأنها تسعى ثم عند ذلك أمر الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يلقي عصاه فألقى عصاه فإذا هي تبتلع كل ما ألقوه في الوادي حتى خشوا أن تأتي عليهم وأن تلتقمهم عند ذلك أدرك السحرة أن ما مع موسى ليس سحرا لأنهم أهل مهنة ويعرفون السحر أعرفوا أن الذي مع موسى ليس هو من قبيل السحر وإنما هو آية من الله فآمنوا آمن السحرة وخروا ساجدين لرب العالمين فعند ذلك غضب فرعون وقال لهم آمنتم به قبل أن آذن لكم ثم اتهمهم بأنهم تمالأوا مع موسى عليه السلام ليفسدوا ملك فرعون فبطش بالسحرة قطع أيديهم وارجلهم من خلاف وصلبهم على جذوع النخل حتى ماتوا وعند ذلك قال قوم فرعون أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض لما فرغوا من السحرة الذين أسلموا التفتوا إلى موسى ومن معه أتذروا موسى ومن معه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال فرعون قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون فزاد حنقه وغيظه على بني إسرائيل وتوعدهم بهذا الوعيد الشديد عند ذلك أمر الله رسوله وكليمه موسى عليه السلام أن يخرج بالمسلمين أن يخرج ببني إسرائيل من أرض فرعون فخرج بهم في الليل متوجها إلى حيث أمره ربه سبحانه وتعالى فلما علم فرعون بخروجهم إزداد غضبه وحنقه عليهم فجمع الناس وجمع رعيته من المداين إن هؤلاء لشرمة قليلون يقول فرعون إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فخرجوا في أثرهم يريدون البطش بهم فلما كان وقت شروق الشمس وإذاهم قد لحقوا بموسى ومن معه وأنهوهم إلى البحر فقال عند ذلك قوم موسى إنا لمدركون يعني أن البحر أمامنا والعدو خلفنا وليس لنا مفر قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر فضرب البحر فانفلق فصار طرقا يابسة إثني عشر طريقا بقدر أسباط بني إسرائيل فسلكوا البحر طريقا يبسا لا يخافون دركا ولا يخشون وخرجوا من البحر سالمين ثم دخل فرعون ومن معه في أثرهم فلما تكامل فرعون ومن معه في البحر أطبقه الله عليهم وعاد البحر كما كان بحرا متلاطم الأمواج فغرق فرعون ومن معه من الجنود الهائلة وبنو إسرائيل ينظرون إليهم ولما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال الله له آل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فقذف البحر بجثته ينظرون إليها حتى يتحققوا أنه قد مات عدو الله وهلك فهذه قصة أو هذا ملخص قصة موسى عليه السلام مع فرعون ومن تهى إليه الأمر وكان هذا الحدث العظيم في اليوم العاشر من شهر الله المحرم يوم عاشورة فصام موسى عليه الصلاة والسلام هذا اليوم شكراً لله عز وجل ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم فقالوا إنه يوم نجَّ الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فنحن نصومه كما صامه موسى عليه الصلاة والسلام فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ولما كان اليهود يصومونه أراد أن يخالفهم فأمر بصوم يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشور يكفر الله به السنة الماضية فهو يوم عظيم استحبوا صيامه شكراً لله سبحانه وتعالى أصيامه سنة مؤكدة فصوموه فصوموه بارك الله إذ ناداه والأولى إلا الله وحده وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه أشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه سلم تسليماً كثيراً حينما يحصل لهم النصر على أعدائهم أنهم يشكرون الله عز وجل وتزيد عبادتهم لله عز وجل ولا يفتخرون لا يفتخرون بذلك ويتكبرون كفعل الجبابرة والطواغيت الذين إذا انتصروا زاد كفرهم وزاد شرهم وطغيانهم بل إن الرسل والمؤمنون إذا انتصروا زاد خضوعهم لله عز وجل وشكرهم لله عز وجل هذه سنة الأنبياء وأتباعهم وإن هذا اليوم يوم عاشورا اختلف فيه أهل الضلال وهدى الله أهل الحق فأهل الضلال انقسموا إلى قسمين قسم يظهرون فيه الحزن والبكاء والعويل وضرب أجسادهم بالسلاسل وهم طائفة الشيعة الروافض يحزنون فيه على الحسين رضي الله عنه بزعمهم لأنه قتل رضي الله عنه في هذا اليوم في اليوم العاشر يوم عاشورا فهم يتخذونه يوم حزن ويوم نياحة وبكاء وعويل والقسم الثاني يتخذون يوم عاشور يوم فرح ويوم عيد يسرحون ويمرحون ويتوسعون في المآكل والمشارب بل ربما يسمونه عيدا كما عند العوام يسمونه عيد يقولون عيد العمر وهو ليس عيدا ليس هناك عيد ما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم عيد الفطر وعيد الألحى وليس للمسلمين عيد غير هذين العيدين إنما يوم عاشور يوم نصر للحق وظهور للحق فالذي يشرع فيه هو الصيام وشكر الله سبحانه وتعالى لا يشرع فيه عويل ونياحة وبكاء ولا يشرع فيه فرح وسرور وتبسط في المآكل والمشارب وهذا هو منهج أهل الحق وهو المنهج الوسط أنه يوم عبادة لله عز وجل بالصيام والشكر لله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يظهر الحق الذي وعد بظهوره على الدين كله ولو كره المشركون كم معلم عباد الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعلي وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لما فيه صلاحه وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم انصر اللهم أصلح إخوانه وأعوانه واجعلهم هداة مهتدين غير ظالين ولا مظلين اللهم يسر لهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون شكرا